طب دلوقتي الاختيارين اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات دول اسموهم static predictions اللي هما اي انا دايما بقول branch always taken ياما always not taken فده اسمو static prediction. طيب هل في اقتراحات تانية تحسن ال performance؟ اه قالك عندي حاجة اسمها dynamic branch prediction. طيب dynamic branch prediction ده شغال ازاي؟ بيقولك ان ال table اللي احنا جبناه ده ال table ده كده هناخده نعدل فيه حاجة بسيطة بدل ما هو كده بس هنيجي تحت كده ونضيف كمان خانة. الخانة دي بتقول انا اخر مرة نفست فيها ال branch دي كنت taken ولا not taken فلو اخر مرة كان ال correct behavior ان هي تيكن احط هنا واحد. ال hardوير طبعا. ولو اخر مرة كان ال correct behavior ان هي مش تيكن احط هنا زيلو. بحيث ايه؟ بحيث انما دلوقتي لما ال branch دي تيجيلي تاني تيجيلي تاني في الكود. ابص عليها كده واشوف هي اخر مرة تيكن ولا لا. لو اخر مرة تيكن فانا هبريدكت ان هي هتبضل ماشية بنفس ال behavior. فلو اخر مرة تيكن اقول خلاص اذا هي هتبقى taken كمان مرة. لان اول اخر مرة مش تيكن. هفترض ان هي خلاص يبقى مش هتبقى taken كمان مرة. يعني هفترض ان ال branch consistent ان غالبا بتبقى taken مسلا مرات كتير ورا بعض او بتبقى taken او بتبقى taken مرات كتير ورا بعض. ماشي؟ فتا هيكون assumption بتاعي في حاجة اسمها dynamic branch prediction دلوقتي. طيب لو انا كنت فاكر ان هي taken لقيتها taken وبالتالي افترطت ان هي taken وتعاملت على اساس ان هي taken فانا هدخل ال label اللي هي taken. بينما لما يكون بتعامل على اساس ان هي مش taken يبقى هدخل instruction اللي بتقول ان هي مش taken. فدلوقتي ما بقيتش محدد بشكل نهائي مين ال instruction اللي هتخش بعد branch اول ما اشوفها. لازم اشوف branch الاول وانا بص في table اشوف لو الرقم ال bit بتاعي ده بواحد هدخل دي لو ال bit بتاعي ب zero هدخل دي ماشي؟ فعشان كلا بقى اسمها dynamic انها حسب ال bit بت بكام هدخل دي او هدخل دي فبقى بقي شوية variability يعني. طبعا لو انا افترطت ان هي taken وفترطت ان هي taken وفترطت ان هي taken وفترطت انها طلعت مش taken وده ممكن يحصل برضو برضو هصفر ال inspiration هصفر control units وخلي ده زيله. حيث ان المرة الجاية افترط ان هي هقول ان هي اخر مرة كانت not taken وهكامل على ال assumption ده. طيب جميل. تعالوا نحاول نتست الاقتراح ده على نفس اللوب بتاعتنا دي. ناخد نفس اللوب. وتستهى على branch على dynamic branch prediction. طيب هنا كده. ونشوف هجيب كم واحدة صح وكم واحدة غلطة. هفترط ان انا انشيا لي بقول ان هم not taken. او خلينا افترط ان هو انشيا لقول ان هم taken. عشان ده كان احسن صح يعني انا كده. هكنا عارفين ان الاحسن ان افترط ان هم taken. فهفترط ان هم انشيا لي كانوا taken هما الاتنين. واشوف بعد كده هيبقى عندي مشاكل عاملة ازاي. او اشوف الاكيوريس هتكون عاملة ازاي. انا دلوقتي هعد عدد الغلطات. طيب اول مرة دخلت. انا مفترض ان دي taken وطلعت فعلا taken. طلعت دي بي true. فحفش هنفس. انا مغلطتش. هنا برضو هفترط ان دي taken تطلع taken فهنفس. فما غلطتش. هقعد عشرة مرات. الاف. بعدين. كل مرة تبقى taken حاكد ده هيفضل واحدة. يفضل واحدة. يفضل واحدة. يفضل واحدة. زي ما هو. طيب مرة لما لاقي الجي بتساوي عشرة بعد عشرة مرات هنا. هتبقى الجي اصغر من عشرة. فساعتها ده هيتحول. انا هفترط ان دي اول واحد. هفترط ان دي الانر. ماشي هفترط ان دي الفوق دي هي الانر. واللي تحت دي هي الاوتر. ماشي? فالعشرة مرات. اه ده افترط غرط صحيح. انا خلينا نفترط العكس احسن. ماشي? مش غلط يعني بس خلينا نكون متصيقين شوية. هفترط ان دي هي الاوتر ان هي هيتنفذ الاول وبعدين دي الانر. طيب. فدلوقتي الانر فضلت كده. وبين في مرة من مرات الجي بتساوي عشرة. فان افترطت ان هي تيكن بس هي طريقة مش تيكن. حالي ان انا دي حولتها زيرو. وبقى عندي غلطة. ماشي? فدكده اول غلطة في الانر. كان هنا الاول صاط ده بتاع انار لوب. انار لوب. بقى عندي غلطة دلوقتي. ماشي. بقى كده تلقى تفوق. تاني مرة دي تتنحي تنفذ هتفضل تيكن لان لسه الجي الاي بقت بواحد دلوقتي. اي ازا انا عشرة اه. بواحد. ماشي. فهخش تاني انفذ دي. هلاقي ان دي هفترط ان هي تمام? وده غلط. فيبقى عندي كمان غلطة. صح? وبقى دي بقى تيكن. حولتها الواحد. وبقى هتنفذ تيكن مزبوط 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 لحد اخر مرة. فاخر مرة ايه اللي هيحصل? هلاقي ان الجي بعشرة تاني. فساعتها دي هتبقى بتاعي فولس. فساعتها بقى غلطة كمان غلطة. ودي تبقى زيرو. ماشي. وبعدين اطلع فوق الايه شغالة. خش تاني هيحصل كمان غلطة. بقى ان دي تبقى واحد. فحلاحظ البترين اللي بيحصل ان انا دلوقتي عندي غلطة وانا داخل وغلطة وانا خاد. غلطة وانا داخل وغلطة وانا خاد. هيفضل ده يستمر في كل المرات. او بما اني مفترض ان انا في الانيشية اللي كنت تيكن فهيبقى عندي غلطة وانا خارج وغلطة وانا داخل. وانا غلطة وانا خارج غلطة وانا داخل. وهكذا. طيب. طيب لو حبينا نقسب total number of errors. total number of mistakes. انا شايف ان الافضل ان احنا بدل ما نعمل ثالة نعمل كده معلش. يعني هرجع تاني لقول ان دي ده الاول لوب. فاول لوب غلطت مرة. وهكذا في تاني لوب غلطت مرتين. صح؟ حلاق ان انا عندي انا اصلا منافس دي كام مرة? منافس دي عشرة مرات صح؟ يعني اللوب بتمنافس عشرة مرات. فانا في اول مرة منهم غلطت مرة واحدة وفي بقية المرات غلطت مرتين مرات داخل وورا ما نطالع. وورا ما انا داخل وورا ما نطالع. Pink number of errors عبارة عن واحد بلس تسعة في اثمين. اللي هو كام تسعتاشر. ماشي? فأنا متوقع ان ده اتوه المر ارز يعني. لو حد يطلقبت ممكن يخلي يعني هيطلقبت بمسلا تسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين هي دايما يكون فيه غلطة كده في واحد مش عارفين بالزبط ايه. فممكن نجربها بشكل يعني لو عايزين نتأكد من حاجة زي كده تعال نجرب كده في حالة ابسط شوية لو عندي اللوب دي بدل ما هي عشرة مرات تلات مرات بس مسلا يعني. يعني لو ده كان. انا بتكلم ده على انه اللوب معلش. او اللوب دي. فلو انا افترط ان الرقم ده تلاتة. يعني اللوب دي كلها تتنفس تلات مرات بدل عشرة. انا افترط كده مجرد دي فترات لشان بس نتأكد ان دي هتكون قيمة منطقية يعني. لو لو رقم ده تلاتة فاللوب دي هتنفس تلات مرات. طيب هتكون التلت النمبر في ارز كام? ارز هيكون. اول مرة. اللوب دي هتنفس تلات مرة. اول مرة وانا طالع هغلط غلط. بعد كده المرة اللي بعدها هيكون تاني تنفيز لللوب اللي برا. هغلط مرة وانا داخل ومرة وانا طالع. وعين تلات مرة هتبقى تلات تنفيز لللوب اللي برا. فهيبقى مرة وانا داخل ومرة وانا طالع. لكن كده هطلع من دي. هجينيها كام واحد ادي كده اتنين واربعة دي خمسة. اللي هم كام اللي هم عبارة عن تلاتة اتنين ناقص واحد. ماشي? فاللي هو ايه? اللي هو بتاع الاوتر لوب. اتنين ناقص واحد. طيب لو جاء طبق المعادلة دي على دي. انا عندي الاوتر لوب عشرة فيبقى عشرة في اتنين بعشرين ناقص واحد بتسعتاشر. انا كده متوقع ان انا مزبوط يعني. فهتلاقي الطريقة دي تستخدمها كتير لو انت عندك ارقام متردد ما بين مسلا عشرين وتسعتاشر واحد وعشرين. جرب على رقم صغير هتلاقي بتاع تستنتجها يعني. حسنا بتكتب البترن كله او سيريز كلها في حالة رقم صغير بتاع تستنتج معادلة كده. وطبقها على الرقم الكبير للموضوع يعني. طبعا لو حدي بيسأل انا ليه ليه غيرت ده تلاتة مش ده تلاتة اخد بالك انا هنا بحس بعدد مرات اللي انا نفست فيها نفست فيها اللوب دي كلها. مش عدد مرات اللي انا نفست فيها الكنيشن ده. ناقص انا بقول ان انا اللوب دي بنفزها على بعضها كده تلات مرات او عشرة مرات في يعني. وفي كل المرة من العشرة مرات دول بغلط غلطتين. معادة اول مرة بغلطة واحدة بس. ماشي. طيب نرجع بعي زي ما كنا سيقوموا الكلام ده. ماشي. ساعة وشر. ده بالنسبة لانر لوب. طيب الاوتر لوب هتغلط كم مرة. الاوتر لوب اول مرة هتبقى تاكن 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 لحد ما في اخر مرة بس بس تغلط حتفصرد ان هي تاكن وتطلع مش تاكن ويبقى هنا ايه. ويبقى هنا زيره. نبراس الكلام في الاخر دي هتبقى زيره صح؟ الآخر اخر مرة قلص هتفصرد ان هي تاكن اطلع مش تاكن فهتبقى زيره. فاحتلاقين الاوتر لوب هتغلط مرة واحدة بس. الا طبعا او الاوتر لوب كاتده هو لوب تانية بتنفز تاني وهكزا يعني. هلقين دلوقتي التوتال نمبر ايروز كام؟ التوتال يعني. يساوي عشرين. وبالتالي حتساوي ايه? حتساوي واحد ناقص عشرين على كم? كان كلهم كم? مية واحد وعشرين. اللي هي تمانين صح? ولا ايه? واحد لأ. وهي مية واحد وعشرين نقص عشرين هيديك مية واحد مية واحد صح? على مية واحد وعشرين. فالأيكيورسي مية واحد على مية واحد وعشرين. فواضحا دي اسوأ من ديه صح? يعني في الاخر من كان mój كان مية وعشرة على مية واحد وعشرين بينما دي بقيت مية وواحد على مية واحد وعشرين فانا كده عملت حاجة وحشة انا كده عملت دايناميك بانش بريدكشن اللي هو عقدل الهاردويد اكتر وعقدل الكنترول اكتر وزودت بيت زيادة وزودت الكنترول بتاعه وكل الكلام ده ورغم كده وصلت الاجوريسي اسوأ طيب انا ليه ليه ممكن اعمل حاجة كده ليه مخلينيش تاتيك برانش بريدكشن وخلاص يعني فكرا ان احنا في الكلام دا كله مفترضين ان الكنديشنز كلها هنا صح؟ بس فكرا ان انا ممكن يكون عندي كود زي دا كده كده مثلا وده اللوب دي بقه عندي تانية اف مسلا اشعار اكس اصغر من عشرة اعمل حاجة اصغر من 30 اعمل حاجة. اصغر من 40 اعمل حاجة. فالو بردو بتنفس كتير او. بتنفس كتير زي دي بالظبط. بتنفس جوه اللوب. فلو دا بيتنفس مية مرة دا بتنفس مية مرة بردو كل واحدة من دول. فالفترة انه ممكن لو انا عندي مية تانية هنا مية قصدي تانية هنا ممكن مسلا ده يكون اغلب احواله بيكون برانش تيك. وده يكون اغلب احواله برانش وده يكون اغلب احوال. وهكذا. فالفكرة ان في حالة زي كده هيكون الديناميك برانش احسن. ان انا كده كده كل برانش بحدد لها هي تيكن ولا مش تيكن. تمام? ففي حالة زي كده هتلاقي ان الديناميك احسن. ده بي تيكن كتير وده نوت تيكن كتير ومحتاج كل واحدة تكون مستقلة على التانية. بس في نفس الوقت منلاحظ ان الديناميك برانش تيكن ده بيبوز دول يعني بيبوز الكنديشنز بتاعة اللوبز. طيب هل انا ممكن اعمل حاجة تجيبلي الحلو في الحاجتين? قالك او. قالك بدل ما تعمل ديناميك برانش بردكشن بوان بيت. اعمل ديناميك برانش بردكشن بو بيت. هاد تراجد ده كده تاني. قول ايه? قول ان انا بدل ما هنا هيكون عندي بيت واحد بس هيكون عندي تو بيتس. ماشي? طيب وبعدين قالك هتعمل حاجة ايه? هتابديت الكلام ده بحاجة شبه ماشيين كده هتقول ان انت عندك. اربعة ستاتز. ستات زيرو زيرو. ستات زيرو واحد. ستات واحد زيرو. ستات واحد واحد. بحيس ايه? الراجل ده اسمه وده اسمه ويكلي. وده اسمه ويكلي تيكن. وده اسمه ويكلي اسمه فقالك ايه? قالك لو انت كنت في وطلع فعلا الكارنت برانش طبعا طبعا نستطيع ان نسمه لكل برانش ايه كل برانش فيهم فطلع الكارنت برانش او طلع الكارنت يعني فعلا نوت تيكن. فانت هتبريدكت نوت تيكن وتقدر زي ما انت. اصح انت كده هتبريدكت. لو انا بصيت في الجدول بتاعي على ايت زيرو زيرو. فانا عملت بريدكشن ان انا نوت تيكن. وطلع ده كوريكت بريدكشن. فساعتها هفضل في نفس الستيدي. طيب لو انا كنت في واشتغلت على ان فعلا نوت تيكن. بس طلع الكوريكت فاليو ان انا تيكن. هروح للويكلي نوت تيكن. فلو انا كان اللي حصل تيكن. تمام? طيب. فساعتها بقى ايه? المرة الجاية انا الوقتي بقيت في الويكلي نوت تيكن. لو المرة الجاية الاسكيوشن بتاع البرانش دي. طلع نوت تيكن هارجع تاني. لانما لو طلع تيكن هبريدكت تيكن. انا انا عملت البيديكشن ان تيكن انا 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 ويكلي نوت تيكن. فلو انا لو البرانش جاتلي وانا لقيت الجاية الجدول زيرو واحد فانا انا انا اناこ 작 освp. حتىNA انا بس لو طلع ان الابقي غلط وانا انا بقيت الصورت اللي ان انا وين نوت تيكن س Hou Loop هروح هنا. ماشي? فلو طلع الكوريكت فاليو ان اناodennen هروح هنا. بينما يعود هنا. ماشي? طيب هنا نفس الكلام بقى. لو انا في حلقة تع Shawn muchís فانا في السمت. فاأب 그때 plot بس لو طلع الكوريكت فاليو نوت تيكن س graduate هروح هنا. بينما لو طلع الكوريكت واليلم غير صور across the game لو انا في السترينج لتاكن وطلعت اي تاكن هروح لنفسي لو طلعت النور تاكن هروح للويكلي تاكن فدي كده الستات ماشيين تاعت 2-bit branch predictor طيب دي هتسهل اي او او هتفيدني في اي اي في الليلة بتاعتي دي انا افترض انضرب يعني تعان نجيب الراجل ده تاني ننزل تحت ونجرب تعال برضو نحسب عدد وبردو هأسيوم ان انا هأسيوم ان انا مثلا هأسيوم ان انا في واحد دي اه اللي هي اتنين دي ليه لان انا عارف ان الغالبا يعني الايه مش عمم مش فرق هو في الاخر assumption وخلاص ماشي بس انا بحاول دايما اكون ميال تاكن اكتر من انا ميال التاكن انا عارف ان كان الستاتيك برانش تاكن احسن من الاستاتيك برانش تاكن فنا دايما ميال ان انا ابقى تاكن بس برضو مش قوي ما بقاش واحد واحد عشان ما بقاش ميال زيادة عن اللزوم ان انا ابقى تاكن يعني طيب فانه انا هأسيوم ان ان انا اه ويكلي تاكن طيب اول مرة هاخش هنا انا انا بريدكت ان انا تيكن وهطلع تيكن فعلا فده هيتحول لواحد واحد للاوتر لوب. انا هنا برضو هكتب المستيكس في الانر لوب. هيساوي كامل. طيب. هخشت هنا انا برضو بريدكت تيكن فهلاقي ان انا تيكن فعلا فهكمل هيبقى ده واحد واحد. ماشي. هفضر الف اللي خلص لعشرة مرات دول وفي اخر مرة هبريدكت ان انا تيكن وهطلع عنه تيكن. هيبقى عندي غلطة. وهحول ده يبقى ايه? يبقى ويكلي تيكن. يبقى واحد زيرو. يرجع ثاني واحد زيرو. فكده ويكلي تيكن. هطلع فوق هلاقي ان انا لسه تيكن. فحيفضل لو واحد واحد زي ما هو. هلف تاني. اخش جوه تاني. اول مرة خش. بعد ما عملت اي بلاس بلاس وعملت تشيك هنا. هخش هنا هلاقي ان انا ايه? ببريدكت تيكن. وهطلع فعلا تيكن. ده هطلع ترو. دلوقتي ان الجيه بقيت زيرو تاني. فهيطلع ترو. فهرجع ثاني واحد واحد. مش هبقى اغلطت في حاجة. هرجع ثاني واحد واحد. بعد كده هعود الف كله. حد في الاخر خالص. اما اجي اطلع من اللوب دي هلاقي ان الجيب عشرة. مش ازرق من عشرة. فهيبقى انا ببريدكت تيكن. وهطلع نوت تيكن. فهيبقى عندي ارور كمان. وده هيبقى واحد زيرو. وهكذا ارجع اطلع فوق هلاقي ان انا لسه تاكن وهكذا. حلاقي ان انا هيكون عندي اي? هيكون عندي غلطة في كل لوب. وانا طالع من اللوب بس. حلاقي ان انا عندي كم غلطة? حلاقي ان انا عندي عشرة غلطات. ان ان انا عندي دي اللوب دي كلها بيتنفذ عشرة مرات. اللي هما العشرة دول. يتنفذ اللوب دي على بعدها ك Three مرات. فهيبقى ان انا عندي عشرة غلطات. فا اقasts كدا على ثاني وهذonya بالنسبة للإنر لوب. بالنسبة للأوتر لوب هتفضل للايمن صح لحد آخر مرة خلص تبقى غلط. على أن الأوتر لوب فيها غلطة واحدة. على أن التوتل نمبر عبارة عن 11 مستيك. وبالتالي بتاعتي تبقى كام؟ برضو احنا عارفين ان كلهم 121 صح. كلهم 121 واحدة. فحلاقي ان منهم 11 غلط هيبقى عندي مية وعشرة على مية واحد وعشرين. ولل افتخلنا الرقم ده هو نفس اللي طلعتلي بالستاتيك برانش تيك. مية وعشرة فين راحبين. اهي مية وعشرة على مية واحد وعشرين. يبقى انا كده بالديناميك برانش بردكشن لو عندي تو بيتس. حققت نفس بالنسبة للكونديشنز بتوع اللوب دول اللي هم ده وده زي الستاتيك برانش تيك. وفي نفس الوقت لو عندي فور لوب زي دول. فانا حققت لهم اللي هم عايزينه من الديناميك بردكشن. دي هتفضل مسلا في اغلب الاوقات تيك. فحقق بماكسمايز بتاعت البريدكشن بتاعجه. سواء على دول او على دول. وبكده حققت احسن حاجة ممكن افكر فيها. حتى الان بالنسبة اللي احنا كلمنا فيه يعني. ماشي? هتلاقي دايما دا 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 كويسة. بس صبعا كالعاية دا محتاج هاردوير زيادة. محتاج تعمل تعمل تستاتيك ماشين عندك في التابل بتاعك دا لكل برانش. يعني انت عندك عشر برانش فانت عندك لكل واحدة فيهم محتاج تعرف تكون محتفظ بالداتا بتاعيتها دي. ماشي? وفي ماشين كده لكل انتري في التابل بتاعك دا بتاع البرانش اللي انت حطيته في الانستراكشن. فانت برضو كديزاينر اللي اتحدد ازا كان الموضوع يستاهل ولا لا يستاهل اعمل الدزاين دا وعقد دنيا شوية عشان ااخد شوية performance ولا مسلا لساتك برانش تكن احسن وخلاص ومش ومش لازم عقد الدزاين بحاجة بتاعتك يعني. طبعا في كده دا خلص ونكمل في دجان شوالله.